اهلا بكم من جديد اعتمدت وزارة الخارجية الامريكية الشبكة السورية لحقوق الانسان مصدرا اساسيا ثانيا في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الانسان في سوريا لعام 2023 تفاصيل اكثر في التقرير التالي كمصدر اساسي ثاني وللسنة الثانية عشر على التوالي مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان في الخارجية الامريكية اعتمد بشكل اساسي على الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقريره الصادر عن حقوق الانسان في سوريا لعام 2023 التقرير المعتمد كوثيقة رسمية لدى هيئات مختلفة في الحكومة الامريكية ولدى كثير من اعضاء الكونغرس وصناع القرار تناول قضايا واسعة النطاق وعلى كامل الجغرافية السياسية المتغيرة والمتعاقبة في سوريا في توثيق انتهاكات حقوق الانسان كالقتل خارج انطاق القانون الاعتقال والاختفاء القصري والاحتجاز التعصفي وتجنيد الاطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة اضافة الى قيود حرية التعبير وحرية الاعلام ومشاكل متعلقة باستقلال القضاء وغيرها من الانتهاكات على يد قوات النظام وانتهاكات قوات سوريا الديمقراطية وانتهاكات هيئة تحرير الشام مرورا بفصائل المعارضة في الشمال السوري ليذهب التقرير الصادر في الثاني والعشرين من نيسان الى غياب اي تطور يذكر في حالة حقوق الانسان يعتمد تقرير وزارة الخارجية الامريكية على لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا ومصادر كثيرة مثل المفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمات هيومن رايتس هوتش والعفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة اضافة الى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الانسان والديمقراطية في الخارجية الامريكية وعلى الشبكة السورية لحقوق الانسان الملتزمة بمذكرة تفاهم مع الحكومة الامريكية في مشاركة المعلومات والبيانات التي وثقت الشبكة عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا املا في اعاقة تأهيل النظام والوصول الى التحقيق والمحاسبة وحماية المدنيين في سوريا ينضم الينا فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان من الدوحة مرحبا بك سيد فضل معنا بالبداية اريد تقييمك لهذا التقرير وهو تقرير سنوي استندوا اليكم هذه المرة ببعض المعلومات لا ادري ان كان ببعض ام بكثير من المعلومات وهذا ما نحتاج اليوم لتفسيره معك تقييمك بالبداية لهذا التقرير هل تجدونه شامل وكامل ام فيه ثغرات يعني بداية هذا التقرير على درجة مهمة جدا من الاهمية ويؤخذ بشكل كبير بعين الاعتبار وهذا هو التقرير العالمي بتأصدره الحكومة الامريكية هي الحكومة الوحيدة في العالم اللي بتأصدر تقارير لانتهاكات حقوق الانسان بمختلف دول العالم في الحقيقة يعني بعد ما بدأ الحراك في سوريا وتأسست الشبكة السورية لحقوق الانسان كان فيه تعاون عبر كل هاي السنوات بهذا التقرير باعتبار الشبكة بتقوم يعني بشكل دوري بتوثيق الانتهاكات وبينشر اخبار وتقارير عنها بشكل دوري وكان فيه تواصل بيننا وبين مكتب حقوق الانسان بالخارجية الامريكية حتى يعني نعطي مو بس معلومات وإنما تصور عن حجم هاي الانتهاكات بمعنى أنه هو التقرير غني بالاحصائيات وهذا اللي بميز سوريا ربما عن بقية البلدان أنه نحن هون عم نقول كم أعداد المسألان على سبيل المسال اللي قتلوا تعزيب أو اللي قتلوا في العام الماضي في كثير من الدول يعني هناك فقر بهذه المعلومات هناك يعني ربما عبارات أنه قتل العشرات أو ما إلى ذلك ولكن تحديد الأرقام تحديد النسب هذا يعني أمر غاية في الأهمية الشبكة السورية الحقوق الانسان هي يعني دائما بتكون إما المصدر الثاني أو أحيانا المصدر الأول في بعض التقارير وهذا أمر غاية في الصعوبة في الحقيقة أمر ليس سهل المحافظة عبر كل هاي سنين 12 سنة أنه تتحول المؤسسة لمصدر ومصدر يعني لا يذكر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في التقرير بهذا التقرير مذكورين نحن 58 مرة يعني في بعض المصادر مذكورة مرتين أو ثلاث مرات يعني ربما هذا أمر عادي يعني أصدر التقرير أو ما إلى ذلك ولكن أنه ينذكر المصدر بهذا الكم معناته الشبكة في الحقيقة هي يعني مصدر موجودة في مختلف مفاصل التقرير لأنه كمان نحن بنغطي كم كبير من الانتهاكات وهذا ما أريد يعني أنه نضيء عليه أكثر في هذه الحلقة هل تم الأخذ بعين الاعتبار كل الجهات الفاعلة لهذه الانتهاكات هل كان هناك إنصاف بالتعاطي مع كل الجهات أم كان هناك حديث عن جهات أكثر من غيرها أنا أعتقد أنه فيه إنصاف بأي التقرير وهذا دائما يعني نتيجة إحدى ثمرات هذا التعاون فيه تركيز بشكل واضح على المرتكب الأبرز للانتهاكات وهو النظام السوري وحلفائه وفيه إشارة أيضا للميليشيات المتحدثة مع النظام فيه أيضا حديث عن انتهاكات قامت فيها روسيا فيه حديث أيضا حتى عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية أو البي واي دي اللي هنه مدعومين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا مذكور في مختلف التقارير يعني بكل التقارير مذكور ومذكور أنواع كثيرة من الانتهاكات هو فعلا إذن هناك إضاءة على قوات سوريا الديمقراطية لهذا سألتك هذا السؤال كنا نعلم الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية فهي اليوم تعلم بأنها جانب من الانتهاكات صحيح نحن كنا حتى عم نطالب أكثر من ذلك يعني بالسنوات اللي كان فيها التحالف الدولي بقيادة المتحدة الأمريكية فاعل في سوريا بعوام 2015-16-13 يعني 2018 بلشت هون الانتهاكات بهاي الأربع سنوات كنا حتى عم نطالب بأنه يكون فيه تضمين بعض انتهاكات ارتكبها قوات التحالف وارتكب كم كبير من انتهاكات عندنا قاعدة بيانات كبيرة كثير ونحن يعني شاركنا فيها حتى يعني الميزة يعني الولايات المتحدة ربما عن بقي الدول أنه بتقوم بتحقيقات داخلية وقام البنتاجون بعدد من التحقيقات يعني ربما هذا موضوع آخر نتحدث عنه لاحقا ولكن كنا عم نطالب بأكثر من هيك لأهو يضمن هذا التقرير قوات سوريا الديمقراطية ضمن هيئة تحرير الشام وتحدث بشكل واسع عن يعني فصائل المعارضة وحتى تحدث يعني عن ارتباطها يعني بتركيا ويعني تحدث عن انتهاكات بحق الأكراد وكما تحدث أن قوات سوريا الديمقراطية هي ارتكبت انتهاكات بمختلف المناطق اللي هي مسيطرة عليها أنا بشوفوا أنه هو من هاي الجوانب هو تقرير موضوعي القائمين عليهن يعني مهنين بشكل كبير جدا وهذا يعني انعكس بشكل واضح على تقرير الحجم كبير ولكن الابرز الرسالة الابرز اللي هو التقرير عم يصدرها ان حالة حقوق الانسان بسوريا هي ما زالت بهذا الفداحة وهذا اللي يعني بعتقد انه نجحنا فيه انه عم نعطي لسه هاي الصورة انه حقوق الانسان بسوريا ما تغير هاي رسالة مهمة على الرغم من انه النزاع في سوريا خفت بالاجندة الدولية ولكن هيك تقارير هاي بتبرز اهميتها انه بترد بترجع الى حد ما بتوضع سوريا على الطاولة لانه حتى الفاعلين بالحكومة الامريكية هني بينظروا على التقارير لاصدرتها حكومتهم يعني هاي مقدمة عن حتى التقارير اللي بتصدرها اي جهات اخرى مقدمة عن لجنة التحقيق الدولية نفسها يعني فيه انه ثقة بهاي المؤسسات وبعملها فهو لهيك يعني ذكرنا انه هو مرجع يعتبر وانا هذا الكلام يعني متأكد منه من احد الاصدقاء اللي كانوا يعني بيشتغلوا بالكونغرس بشكل قريب جدا هو اللي بلغني انه مدى اهمية هذا التقرير ويعني انعكاس البيانات اللي عم نقدمها لهذا التقرير بالتأكيد يعني عندما نتحدث عن اهمية ذكر المعلومات التي يعني تقومون بجمعها وانتم جهة موثوقة بالنسبة للسوريين بتأكيد يعني هي اهمية كبيرة لكن بما يتعلق بتبعات مثل هذا التقرير يعني الخارجية الامريكية اليوم هي جهة مهمة تتحدث عن تقرير فيه تفاصيل كتلك ماذا يعني ماذا بعد كل هذا يعني هذا طبعا عم يرسل رسالة واضحة بموقف الحكومة الامريكية بإدانة النظام وبعدم اعادة العلاقات معه وبإدانة أيضا مرتكبي الانتهاكات عم يرسل رسالة بالمحاسبة وبتصعيب يعني كمان لحلفاء النظام لهيك أنا بتشكركم على تغطية هذا التقرير اللي يعني بيرسل رسالة لحلفاء النظام يعني اللي بيطلع عليه بيلاقي إدانة النظام بمختلف أشكال الانتهاكات حتى الآن حتى تاريخ صدور التقرير وهو نهاية الشهر الماضي يعني حديث جدا وبالتالي يعني أنا بعتقد أهميته السياسية هي مهمة جدا هلأ طبعا بيجي السؤال أنه لماذا لا تتخذ البيانات المتحدة خطوات بناء على هذا التقرير بخطوات أكتر يعني وحسب النظام أكتر انتقال سياسي يعني ربما هذا هو البهمنا أكتر يعني أنه لديهم كل هذه المعلومات ولديهم بيانات واضحة تفصيلية عن انتهاكات النظام في تكرار بهذه الرسالة بأنه ما فيه عادة بخلاف اللي يعني كلام اللي بنسمعه أحيانا وللأسف بعض بيردده بدون يعني أي أرضية شفنا وقت النظام بس رجع شوي للجامعة العربية نتيجة تيك بعض الحركات البهلوانية أو زيارة للصين أو ما بعرف شو من دول ترتيبة 17 أو أكتر يعني ما لا ترتيب بمعنى التشيك أو أخذت خطوة بيأخذها بيضخم هاي الخطوة وهي يعني بالعكس رسالة تخدم النظام بينما ما بيشوف هيك تقارير أبدا يعني رسالتها واضحة قبل أن أختم معك سيد فضل يعني بلغة هيك خلينا نقول هي قريبة من الناس ما مدى الخطورة التي تقيمها ربما الولايات المتحدة بحسب هذا التقرير يعني بنسبة كم هي الخطورة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة اليوم فيما يتعلق بالوضع في سوريا هو خطير جدا يعني هي تقيم الوضع في سوريا من الأسوأ في العالم يعني إذا نحن طلعنا على تقارير بقية الدول باعتقد أن هذا التقرير هو الأكثر سوداوية والأكثر ظلامية من ناحية القتل والاعتقال والاختفاء القصري التعذيب المشردين قصريا نزكة 11 مليون 90% منهم تحت خط فقر ما في استقلال قضاء ما في حرية تعبئة يعني الانتهاكات الفضيعة يعني دسا ما عم نحكي بالانتهاكات البسيطة فمقارنة هذا التقرير مع دول أخرى يعني فبيعطي صورة كارثية هذا مهم أيضا حتى الدول تستمر بدعم شفنا نحن تعملية تخفيض الدعم وهذا حدثنا عنه كثيرا أنه مؤسسات عم توقف لا هو الانتهاكات بالعكس نحن عم نقول وهذا اللي التقرير يعني بيأكد عليه أنه النزاع في سوريا هو عم يولد مزيد من الانتهاكات هو ما زال مستمر بالعكس يعني عم يعمل أثر تراكمي حتى الدول تستمر بالدعم وإن كان يعني ربما هناك تصور أنه النزاع انخفض نتيجة أنه في نزاعات أخرى حجم الانتهاكات فيها أكبر حجم الحرب بغزة السودان وما إلى ذلك ولكن حقيقة سوريا الوضع فيها كارثي بمختلف الأصعود وهذا اللي عم يأكد التقرير شكرا جزيلا لك سيد فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من الدوحة وشكرا لجهودكم في الشبكة فاصل قصير ونكون بمحورنا الأخير